ومتابعة لهذا الموضوع يسعدنا النص تضيف مباشرة في الأستوديو السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون معلي الوزير مرحبا بك وشكرا لحضوركم معنا شكرا لكم وشكرا على استدائكم أهلا وسهلا يعني بداية كيف تقيمون نتائج أشغال هذا الاجتماع الذي ضم كما هو معروف دولا تنتمي لضفتي المتوسط اجتماع إيجابي إيجابي لأنه كان فيه حوار هادئ ومسؤول كان فيه وجهات النظر اللي غادية في نفس الاتجاه أولا بالنسبة للتحديات وبالنسبة كذلك المواضيع اللي مطروحة كما تم تقديم الموضوع ثلاثة المحاور ركزنا عليها في هذا اللقاء اللي فيه رئاسة المشتركة المغربية البرتغالية طبعا موضوع الأمن والهجرة يريق يعني كل الدول موضوع التنمية الاقتصادية وموضوع كذلك الشباب دمجنا موضوع الشباب لأن المغرب كيعتبر بأنه ليوم في معالجة القضايا المرتبطة بالإشكالات اللي مطروحة من الضروري أننا نضيفه أشياء اللي يمكن تساهم في استيعاب وكذلك إدماج الطاقات والكفاءات على مستوى المجتمعات المدنية وعلى مستوى الشباب في يعني الانخرط في هذه الدينامية هذه دي المواجهات هذه الضواهر اللي كانت تعتبرها خطيرة ومسيئة بنسبة للمجتمعات نعم وبنسبة للدول إذن ركزنا في هذا النقاش على المقاربات المرتبطة بحل الإشكالات طبعا طرحت مسألة ليبيا ورجعوا لقضية ليبيا لأن الأفق القريب يعطي أمل ويؤكد بأن الحل والنهج السليم هو النهج للحوار السياسي للوصول إلى توافقات اللي يمكن تسمح للدول باش تجاوز الإشكالات ديالها طرقنا الموضوع سوريا وهو موضوع معقد اليوم نحن أمام ضربات مختلفة ونحن أمام وضع يزداد تعقدا مع ما يواكبه من هجرة قوية للاجئين السوريين وهذا وضع إنساني خطير سنواجه ولحنا مازال غير في البداية دياله ونازلنا في البداية دياله طبعا القضايا المرتبطة بمقاربة حل هذه الإشكالات وارتباطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية هناك مقاربة مغربية لليوم الحمد لله كل شيء يستوعبها وهو أنه ممكن نعزله مسائل الأمن ومسائل الإرهاب عن باقي القضايا بما فيها الروحية بما فيها الإسلام المعتدل بما فيها تنمية الاقتصادية والبشرية إذن كانت معالجة هذه القضايا الثلاث بطريقة مندمجة ونعتقد بأن الخلاصات التي خرج بها هذا اللقاء كلها خلاصات تسير في تجاه تأكيد لأن المنهجية الوحيدة هو الحوار الإطار في حداته إيجابي لأن هذه الدورة 12 ولكن هذه 25 سنة وهذه المسلسل يأيش وهذه المسلسل أصبح أكثر عملي لأنه لك توجه على القضايا بشكل مباشر ولك يقترح ويجيب مقترحات لوضح حلول وإدماج والانفتاح كذلك على كل القطاعات وعلى كل الكفاءة معالي الوزير كما ذكرتم مواضيع عديدة نقشت خلال هذا الاجتماع سنعود إلى الموضوع الليبي خاصة أن هناك إرهاصات للتوصل إلى مقترح اتفاق كيف ينظر المغرب الذي احتضن كل جولات المحادثات الليبية كيف ينظر إلى هذه المشاورات وإلى نتائج هذه المشاورات الآن الخصوصية للمغرب هو أنه منذ البداية كنا متفائلين وكنا وضعين تقطنا في كل مكونات الحوار الليبي منذ البداية نعم أرغم كل الأفكار المتشائمة والعراقيل إلى آخره المغرب خدا منهجيات في التعامل مع هذه القضية أولا بالطبع الاحتضان وخلق إطار إيجابي للحوار في الاجتماع الأول كسرنا واحد الحاجز سيكولوجي كبير لأن الفرقاء الليبيين ما كانوا يش كيهضروا بنتهم من ضمن عشاء واللي جمعنا فيه كل فرقاء ولأول مرة تسالموا بنتهم وهضروا بنتهم وكانت بداية جد إيجابية لأنه كسرت ذلك الحاجز ثانيا المغرب اختار منهجية أنه يشتغل في الخفاء وكيش تعمل الوسائل الدبلوماسية دياله وكل الإمكانيات والعلاقة دياله باش فيما يكون هناك عقدة لغا تعيق المصار إلا ويتدخل لحلها بدون أن يصرحها بذلك وأن يتفجحها بذلك هذا الشي خلق تيقى أكثر لدى الفرقاء الليبيين وخلق تيقى أكثر لدى المنتظم الدولي ومنبعوت الأممي وهذا الشي يسمح أن في إطار هذا المسلسل حاولنا باش نكونوا يعني أداة إيجابية ولكن دائما بخطاب إيجابي دائما كنا نقول في كل لقاء وكل اجتماع أينما كان نحن لن نتقى في الفرقاء الليبيين لهم القدرة على الوصول إلى توافق سياسي وإلى حل سياسي وهذا طبع كانت له إيجابية وساعد بطريقة عملية في الوصول إن شاء الله إلى هذا الحل من المرتقب أن يتم الإعلان عليه هذه الليلة بالدت نعم وهذا طبعا نقطة إيجابية تحسب لدبلوماسية المغربية يعني مهل الوزير ما حدث في ليبيا والأزمة الليبية وطريقة معالجة الأزمة الليبية وحتى طريقة مناقشتها هل يمكن أن تكون نموذجا لحل أزمات عربية أخرى يعاني منها العالم العربي حاليا؟ أعتقد بأنه النموذج الصالح نعم نموذج الصالح لأنه بين الفعالية دياله التعقيدات والصعوبات عندما تكون هناك تدخلات كثيرة في موضوع يعني كالمواضيع التي نعيشها نعم هو أنه كل واحد يحاول يفرض ويجر الجانب في إطار المصالح دياله وفي إطار التموقع الجيوستراتيجي في إطار المصالح الاقتصادية في إطار يعني اعتبارات متعددة وكل ما تساعدك شيء كل ما تعقد إذن أساسي أن نضع التقاف في الفرقاء أساسي أن الفرقاء يكون فيما بينهم أساسي أنهم يكونوا في مناخ وفي إطار اللي كيسمح لهم باش على الأقل يكون عندهم هدوء أنه ما تكونش قوت تدخلات من كل الجوانب وأن دائما الدفع والضغط ديال المنتظم الدولي لأنه أساسي باش الفرقاء يفهموا بأنه ليس لهم حل آخر إلا الوصول إلى صيغة توافقية على المستوى السياسي وإلا بالطبع نتيجة ماذا ستكون مزيد من القسام العقوبات الدولية تأثير العقوبات على الوضع وتعقيده إذن كنعتقد بأنه هذا نموذج ناجح بين على الفعالية دياله أعتقد بأنه لا بأس أننا نعطيه فضاء كذلك في الصراعات الأخرى للفرقاء لكي يجلسوا فيما بينهم وأن يبنوا أداة التقة لأنه بدون بناء التقة يصعب الوصول إلى حل لأنه في آخر المطاف من يؤدي التمن؟ بالفعل الشعوب الشعوب نعم ونحن نرى الدراما التي يعيشها وتعيشها مجموعة من الشعوب وبالطبع هذا مجال خصب للإرهاب ولكل أفكار المتطرفة وكل ما نتمناه معالي الوزير أن تحل كل هذه الأزمات العربية التي تساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية ومعاناة المواطنين بشكل عام وعلى بدايتها القضية الفلسطينية إن شاء الله وهذا ما نتمنى طيب نقطة حساسة معالي الوزير يعني كيف تعلقون على الأخبار التي ترد وتأتينا من السويد ولقاء الوفد الحزبي المغربي بفاعلين وسياسينا سويديين ثم نفي المسؤولين السويديين اليوم لوجود أي نية للاعتراف بجمهورية البوليساريو المزعومة؟ المشكلة مع السويد ليس وليد اليوم المشكلة مع السويد هو نتاج جل أكثر من 30 سنة 30 سنة من التراكمة السويد دائما كان عندها موقف مناهد للمغرب في قضية وحدة الترابية ووحدة الوطنية لكن التحول وقع في 2008 عندما خرجت السويد من منطق أن عندها موقف ضد الوحدة الترابية ودعمها للبوليساريو ومرت إلى جانب اعتبرناه في وقته خطير وهو أنه دزو العقاب الاقتصادي واتخاذ إجراءات اقتصادية منذ 2008 وبالطبع الدبلوماسية تقوم بدورها ولكن نظراً لخصوصية هالدول كان هناك تعقيدات وصعوبات لكن كان تأثير المجتمع المدني تأثير القوى السياسية على الحكومات وهذه الشهادة طبع حاولنا بش نواكبه ديبلوماسياً لكن الخطير هو التمادي لأنه صبحات مقاولات ومؤسسات سويدية تعاقب كل من يتعامل مع المغرب بارتباط مع المواد المنتجة في الصحراء ولينا نشوفه كذلك بأنه كان هناك صناديق سيادية السويدية تعاقب الشركات التي تشتغل أو تستورد الموارد المغربية واللي عندها ارتباط بالصحراء المغربية إذن كانت ممارسات لبدخلات المجال الاقتصادي موقف يعني مناهض لالتفاقية الصيد البحري واتفاقية المواد الفلاحية يعني السويد بدأت تدريجياً كترفع من العداء ديلها ومن الممارسة ديلها وبدأت كتنوعها المجال السياسي المجال الاقتصادي المجال الأممي إلى آخره طبع ديبلوماسيا لها حدودها كتقوم بدورها إلى مستوى يعني اللي كتصبح غير قادرة على التأثير وهنا تتدخل بالفعل قوة الدولة الحكومة بكل مكوناتها الأحزاب السياسية الرأي العام الوطني المجتمع المدني وهذا هو المرحلة اللي دخلنا فيها لأنه السويد يعني فاتد دك الخط الأحمر خطين أحمرين أولاً المعادات القوية للمغرب فيما يخص حدث الترابية بتحركات مختلفة ثانياً هذا التوجه اللي مشوفه ديال يعني البويكوت الاقتصادي وكان أعتقد بأنه هاد الخطين الأحمر فرضوا اليوم فرضوا أن الموضوع ديال السويد والعلاقة مع السويد تصبح مسألة اللي كي يحملها الدولة المغربية اللي كي يحملها المغرب بكل مكوناته الأحزاب السياسية المجتمع المدني والرأي العام لأن الدبلوماسية وصلت إلى مدها عقدت أربع اجتماعات في نيويورك مع وزيرة خارجيات السويد وطرحت عليها بطبع كل هذه النوقات هذه بكل يعني وضوح وقلت لها بأنه اليوم وصلتوا كبلد نعم إلى حد الذي لا يمكن للمغرب ولا للمغاربة أن يقبلوا ربما الخط الأحمر الخط الأحمر تجاوزتموه نعم تهزت وتفافعت وقتل احنا ما غدينش في الاتجاه وهذا ماشي معقفنا وهذا ماشي التوجه ديال الحكومة ايضا قلت لا إلا ما كانش توجه ديال الحكومة وحنا تلمسوه عمليا صحيح خرج حول بأنه ماشي معقف حكومة السويدية خرج البيان الأول صدر البيان الأول اللي كتحول فيه بأن الحكومة السويدية لم تعترف ب دولة دولة الصحراوية أو بما يسمى بجمهورية الصحراوية وأنها ليس لها نية الاعتراف بجمهورية الصحراوية درنا الاجتماع الثاني وقلت لها شيء مزيان النقطة الثانية اللي ما زال خصكتوض ضحفها لأن الرأي العام الوطني المغربي ينتظر ذلك والحكومة المغربية تنتظر ذلك مدام هو موقفكم من القضايا المرتبطة بالاقتصاد لأن قلت لها منذ البداية المغرب سيتعامل الند بالند بالمثل المثل المغرب سيتعامل بالمثل طبعا قتل إحنا عمرنا مدرنا هذا الشيء ومع أننا اشتوجيهات إلى آخره طلعا صدر بيان في هذا الموضوع وصدر بيان بأنه الحكومة السويدية لم تتخذ يوما من الأيام قرار يتعلق بالبويكوت ديال المواد المغربية بشكل عام وأنه هذا موضوع لسه موضوع مطروح على الطاولة طبعا الوزير الأول السويدي نهر الحد خرج كذلك بتصريح في هذه نقطة كلها أنه ليس هناك اعتراف وليس هناك نية الاعتراف ليس هناك مناهضة للمواد الاقتصادية المغربية أو إلى آخره أو مقاطعة أو مقاطعة ديال المواد اللي كتجي من صحراء وأن السويد لها رغبة في التعامل السليم والقوي واسميته مع المغرب نعم البرح تصلت بياه في الهاتف وقالت لي احنا يعني ما عرفناش دكش اللي طلبتوا منا احنا وبدحناه واليوم نلمس بأنه لازلت هناك مقاطعة مغربية ومناهضة مغربية إلى آخره قتلها بالطبع لأنه كان هناك أشياء اللي غدينوصلها لك واللي هي مرتبطة بمقاولة محدودة ومعروفة بأشياء ضروري أن يتم فيها الوضوح والوضوح النهائي غديندر تقرير ديالي للحكومة والحكومة ستتاخذ القرار المناسب إذن نحن في وضع اللي كان أعتبر في الاتجاه السليم لأن المغرب يحترم علاقاته ويحترم شراكاته هذه البلاد كانت نتمي إلى الاتحاد الأوروبي صحيح لو سمحنا أن تستمر وأن تستمد في هذا المجال بمعنى أنه سنفتح المجال لأي دولة بأن تتعامل كيفما تريد لتجاوزات وخرقات والخرقات إذن الموقف الصاري من المغرب وهذه المناسبة لكي أحيي بحرارة كل مغاربة والوقوف ديالهم القوي لأنه في المواقف لخص المغرب وأقول المغرب بكل مكوناته يجب أن يقول كلمته ويسمع كلمته ويكون حاضرا المغرب دائما يكون حاضرا هذا الصوت وصل وصل بقوة وعارض بأنه المغرب يعني ناس اللي كي احترمو اللي من فتحين اللي كي يسمتو ولكن كان خطوط حمراء وهذه الخطوط حمراء ومقدسات وطنية ما كانش وحد اللي يمكن اتجاوزها إذن تحية لكل من وقف إلى جانب يعني هذه القضية بهذه القوة وكان حي بالطبع الوفد المغربي اللي يمشى لأنه المس كذلك الواقع الميداني هذه الدول هي في حاجة إلى مقاربة مختلفة كان يجب توضيح الصورة أكثر يعني معالي الوزير هو توضيح الصورة ضروري دائما نعم لكن يجب أن تستمر في منهجية لكي لا تخلق أزمة من للآخر كي يدفعك أنك تخلق أزمة بالطبع نعم المغرب ليس له أي مشكل وله التقى في النفس وله الإيمان بقوته وبقدرته على التأثير وعلى الفعل ولهذا كنعتقد بأن هاد يعني الرسالة ستصل إلى أكثر من دولة وهذه رسالة المغرب صحيح المغرب لن يتسامح في قضيته الوطنية ولن يتسامح في أن يتعامل معه بهذه الطريقة الصورة التي تبنى داخل هذه الدول السكندينيوية لأن هناك دولة قوية وهناك ساكنة مساكن محقورين ومكرسين لهم إلى آخر الصورة مغلوطة الجانب الإنساني ستصور المجهودات التي قمنا بها مع هذه الحكومة من التي وصلت وكانت لدينا اتصالات متعددة مع السفيرة مع الوزيرة الحالية ووضحنا لها لها حداري كنتم كحزب في 2012 كنتم بين السبع الأحزاب التي قدموا ذلك المسيون في البرلمان حداري للتلاعب مع المغرب حداري إلى آخر قال لا احنا نفرق وكنميز ما بين واقع فلسطين وأن الواقع عندكم بأنه هذه ما عندهم مقاومة الدولة وما عندهم أرض وما عندهم هدي وما عندهم هدي يعني قد تقول لي هذا ولكن في نفس الوقت تحمل المسؤولية ديالك لأن المغرب رغم يمكن لش يعني يعتبر بأن أو حتى أنه يغضى النظر يعني أو يغضى النظر عن هذا الشيء هذا ولكن اليوم الرسالة مرة أخر تصل لأن اليوم المغرب بكل مكوناته مش مسألة الدبلوماسية الدبلوماسية تقوم بدورها لكن للدبلوماسية تحدودها عندما لا يمكن للدبلوماسية عبر طرق الدبلوماسية أن تصل أو أن تحد من خطر تمر إلى المحطة الأخرى وهي تشادة لكن عيشوا اليوم في علاقتنا وفي صراعنا مع السويد نتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم السيد صلاح دين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون وشكرا لكم لحضوركم معنا اليوم شكرا وتحية لكم شكرا جزيلا معالي الوزير شكرا جزيلا